كشفت تقارير اعلامية عن ايقاف الخارجية السعودية منح التأشيرات للعمالة اليمنية بصورة مفاجئة ودون اعلان رسمي الامر الذي يزيد من تفاقم الوضع الانساني ويدفع بآلاف الاسر الى رصيف المجاعة التي تعصف بملايين اليمنيين منذ خمس سنوات واوقف مكتب الشؤون القنصرية التابع للسفارة السعودية في اليمن منذ قرابة الشهر منح تأشيرات العمل للعمالة اليمنية بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار وكارة السعودية فتحت في مايو 2017 مكتبا للشؤون القنصرية بمدينة جدة للقيام بمهام السفارة السعودية بصنعاء وقنصريتها في عدن بالتعاون مع مكاتب وشركات سياحية في عدة مناطق من الجمهورية لإصدار تأشيرات دخول لليمنيين قبل ان يتم ايقافها منذ شهر ورفض مكتب الشؤون القنصرية في جدة استقبال جوازات السفر وتعد السعودية الوجهة الامثل للكثير من اليمنيين الباحثين عن العمل في ظل تعطل الاستثمارات والانهيار الاقتصادي والازمة الانسانية والمجاعة التي تعصف بالبلاد اضافة لخسارة الكثيرين لمصادر رزقهم جراء استمرار الحرب للعام الخامس ما جعل الاغتراب والهجرة الامل الاخير للالاف من الاسر التي باتت على حفة المجاعة بعد ان كانت وحتى وقت قريب من ذوي الدخل المتوسط والميسور ويخوض اليمنيون رحلة معاناة شاقة ومكلفة في سبيل الحصول على فرصة للعمل والاغتراب تبدأ في الحصول على جواز سفر من احد مكاتب الهجرة والجوازات في مناطق الشرعية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف ريال ثم انتظار فيزة العمل الذي تكبده ايضا اكثر من 10 آلاف سعودي اي مليون ونصف ريال يمني اضافة الى 600 ريال سعودي مقابل خدمة مكاتب وشركات السفر المعتمدة لدى السفارة السعودية اشتركوا في القناة